اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي الملف الثاني نضيف واحدة من قص البداية لانه الان جهة من الملف ستأتي فوق ملف من الملفات القديمة وجهة ستأتي فانت فاضي من قص البداية ورقة واحدة اشتركوا بالطبيع بالتقصير افضل يمكنك تحدد من اي مجرى تبدأ و من اي مجرى تبدأ بكل سهولة تنتبه ان الاسلاك لا تتعقد معك او شيء من هذا القبيل طبعا نرجع للملف الاول اللفنا سوف تقدم باتجاه الشمال المجرى سوف يبدأ من المجرى احنا لو بدنا نرد نعمل التوصيلة منعد منه هاي هاي المجرى المقابله ونقول واحد اثنين ثلاث اربعة فعلا البداية موجودة هايها على اللامة المزبوطة الان بنفك السلك وبنقشره طبعا شوي شوي بتقشره على اساس انك ما تقضي او تقطعه او تعمل اي شيء بتقشره بالطريقة المناسبة انت اللي بتشوفها طبعا تكشير بسيط مش تكشير كبير يعني قصدي مسافة التكشير يكون بس بمجرد انك تلف لفتين انا بفضل يتلف لفتين على الشنقل وليس لفة واحدة احساس انك تتأكد انه التوصيل ممتاز لان تتأكد انه متقشر من جميع النواحي او لا هاي فيه هون شوية طبعا هاي القطع المعاي هي بتفيدك في التكشير لما الملفات تكثر وليس الان لما الملفات تصير كثيرة بتصير تفيدك اكثر بصراحة ليس في بداية القبين يعني انت بتقشر بالمشرة تقشر بأي طريقة انت بتشوفها المهم انك تتأكد انه بتقشر كويس بشكل جيد السلك وبعدين بترجع بتلفه على اللامة اللي هو موجود عليها بالاصل تحط عليها لفتين انا بفضل تحط عليها لفتين وترجع تلف لك لفي على العنق وبتيجي من بداية المجرة طبعا انا اه الورقة ما حطيتها ونحطها طبعا بنعد نتأكد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة اذا صحيح نبدأ اللف ننزل به الملف الثاني زي ما انتم شايفين ننزل في المجرة البعيد زي ما حكينا وبنرجع على المجرة القريب ونبدأ بنعد ستة واربعين لفة واحد طبعا الان بصير يسكر معانا المجرة لان لانوا أنا بالفتين لانوا بلف فوقو حكيانا ملفين بس في المجرة الان بصير يسكر معانا المجرة يعني اخر ملفột بتلفو لان بدا الفه في هذا المجرة رح يسكر معاوا هاي هذا المجرى والنواحد هاي اثنين ثلاث أربعة خلوني ألفه وأرجع لكم إن شاء الله ولان أنا أنهيت الملفين جميع أنتم شايفين بهذا الشكل طبعا بدك تنتبه أنت يعني الأسلاك ما تتشبك معك لأنه معك بكرتين وكذا فإبعدهم شواء عن بعض هاي هي الطريقة إن شاء الله يعني الآن أنا بلفه بكمل لفه بالكامل وبرجع برجع لكم أنا بس أنت آخر الكلام بدأ أحكي لك إياه قبل ما أروح كل مرة على أساس أنت تتعود على الطريقة وتتعود على التوصيل وكيف تأخذ التوصيل كل مرة بتنزل ملف بدك تنزل ملف بتأخذ بتتأكد من توصيلته يعني هذا الملف نزلته بتتأكد منه بتعدهم بتشوفوا قبل المجرى وبتعد واحد اثنين ثلاث أربعة بتشوف إنه البداية في المجرى الرابع أو لا وبتبدأ بتلف كل ملف فتخيل أنت يعني البوبين في حوالي 12 ملف فأنت بتعمل التوصيل 12 مرة فأكيد رح تحفظ الطريقة ورح تعرفها من أول بوبين وأنت طبعا جيب لك بوبينات يعني محروقة وابدأ اتعلم فيها وفكها وخذ توصيلها أهم مش التعلم كيف تأخذ التوصيل مش مهم يعني في البداية إنك تلف لكن تعلم كيف تأخذ التوصيل حتى تتمكن منه وبعدين لفلك بوبين أو اثنين إليك عندك للورشي لا تبدأ في بوبينات الزباين ولغاية ما تتمكن من الطريقة مية في المية بعدين ابدأ اسلم شغل بوبينات من الزباين وربنا يسر إلنا وإلكم الخير إن شاء الله طبعا الآن أنا بكمل تسقيط بالكامل لف البوبين بالكامل وبرجعلكم أنا بفيديو جديد على أساس إنه إحنا نشوف كيف بدنا شو بدنا نعمل بدنا نربطه أو ما نربطه بدنا نشوف كيف بدنا نسكر المجاري وكيف نعمل الورقات ونثنيها والتوصيلات ونتأكد من كل شي إنه تمام وعلى أساس كمان بدنا نزبط الكولكتور ونشوف شو الله بيسر إنا فخليكم معنا إحنا رح طبعا رح نكمل لغاية ما نشغله نجمع المحرك ونشغله بالكهرباء إن شاء الله بإذن الله أنا وإياكم على أساس إنه نحن نشوف إنه شغلنا كل شي تمام أو لا إن شاء الله خليكم معنا ولا تنسوا زي أغصيكم دايما أغصي نفسي لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته